عنواننا هو العنوان نفسه التقليد ضرورة حياتية قبل أن تكون دينية ما بين منهجين، ما بين تشيعين إنهما التشيع المرجعي السبروتي والتشيع المهدوي الزهرائي الحديث يتهادى متسقا مستوسقا في ذكر علي بنحو الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير في صلواتنا المفروضة اليومية جعلت كل ما تقدم وما بقي بخصوص هذا الشأن جعلت كل ذلك في باقة ورد من الورد الجوري إنني أجمع فيها عشر وردات من الجوري خمس منها حمراء وخمس منها بيضاء وسأشدها برباط من شغاف القلب كي أضعها على عتبة بام فاطمة تحية لها في الموضع نفسه حيث جمعوا الحطب وأحرقوه ألا لعنة الله عليهم الوردة الأولى وقفت عند الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة الوردة الثانية وقفت عند الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة من سورة المعارج الوردة الثالثة وقفت عند حديث القاسم بن معاوية رواه لنا عن إمامنا الصادق وقرأته عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي الوردة الرابعة فتوى الله حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري عن رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله حدثنا بها عن الله إنها فتوى الله أصريحة في وجوب ذكر عليين في التشهد الأول والثاني من صلواتنا المفروضة اليومية فضلا عن المندوبة الوردة الخامسة ذكرت لكم صيغتين من صيغ التشهد المحبب إلى آل محمد حيث ذكر عليين صلوات الله وسلامه عليه بنحو الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير من صلواتنا اليومية الواجبة قرأت عليكم جانبا من التشهد والتسليم الذي ورد عن إمامنا الرضا مرويا في الفقه الرضوي وقرأت أيضا تشهدا مرويا عن صادق العترة ذكره السيد أحمد المستنبط في كتابه القطرة الوردة السادسة قرأت عليكم ما بين آيات وأحاديث خلاصة الكلام فيها علة تشريع الصلاة لاستدامة ذكر محمد وآل محمد ومر البيان في هذه المسألة وتفرع عليه الحديث عن سر السجود ومن الوردة السادسة انتقلت بكم إلى الوردة السابعة حيث ذكرت لكم حديثا عن الأذان الإلهي حين أمر الله سبحانه وتعالى مؤذنه أن يؤذن بالشهادة الأولى وثانية وثالثة قرأت الرواية من الكاف الشريف الجزء الأول باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله وأيضا قرأت عليكم دعاء التوجه في الصلاة الذي يستحب قراءته بعد تكبيرة الإحرام قرأت نصا جاء في رسالة موجهة إلى إمام زماننا فيها نص لدعاء مروي عن صادق العترة بشكل مختصر وفيها نص مفصل ورد عن الناحية المقدسة وفي كل النصين ذكر لعلي بشكل صريح واضح يقرأ في دعاء بعد تكبيرة الإحرام ومن دعاء التوجه هذا إلى ما جاء من رواياتهم في استحباب ذكر الأئمة بنحو مجمل أو بنحو مفصل وقرأت عليكم بعضا من الأحاديث من وسائل الشيعة لا أريد أن أكرر كل الكلام وقرأت أيضا صيغة تسليم أخرى رواها لنا الشيخ الصدوق في الجزء الأول من كتابه الفقي وانتقلت بعد ذلك إلى الوردة الثامنة حيث قرأت عليكم ما جاء بخصوص الصلاة في رواية رواها لنا سعدنا الخفاف عن باقر العلوم الرواية في الجزء الثاني من الكاف الشريف في كتاب فضل القرآن وانتقلت عبرة هذه الرواية إلى الخطب الافتخارية في مشارق أنوار اليقين حيث أمير المؤمنين يحدثنا عن جانب من حقيقة الصلاة تحدثت عن ظاهر الصلاة وعن باطنها كل ذلك يقودنا إلى وجوب ذكر عليا صلوات الله وسلامه عليه بشكل قاطع في التشهد الوسطي والأخير في صلواتنا المفروضة اليومية قطعا كل ذلك بحسب فقه محمد وآل محمد لا بحسب فقه حوزة النجاف ثم انتقلت بكم الوردة التاسعة حيث الحديث عن صلاة الحيوانات بحسب القرآن وبحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم فصلوات الحيوانات تشتمل على ذكر الشهادة الثالثة إلا مراجع النجاف الحمير والبغال والفئران والجرذان والطيور والديدان القرآن يحدثنا عن ذلك تذكر عاليا في صلاتها إلا مراجع النجاف لازلنا في الوردة التاسعة بشكل سريع أعيد ما تقدم ذكره في الحلقة الماضية حيث ما استطعت أن أكمل حديثي لإنقضاء وقتها في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة من سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إنها حيوانات البري والبحر والجو وما من دابة في الأرض في البر وفي البحر ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أمة وحشر هذا يعني أن هذه الحيوانات تملك إدراكا ولذا فهي تسبح وتصلي القرآن يخبرنا عن ذلك إنها أمم أمثالنا إنها تحشر إنها تحشر إلى عرصات القيامة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ومن سورة الأنعام إلى سورة الإسراء وإلى الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من هذه السورة من سورة الإسراء تسبح له لمن الآية التي قبلها سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السب والأرض ومن فيهن وإن من شيء كل شيء دواب البري والبحر وطيور الجو وكل الأشجار والنباتات والحشائش والأعشاب وكل الجمادات كل شيء كل ما يقال له موجود الميكروات الميكروات الفيروسات كل شيء كل شيء يقال له موجود وإن من شيء وإن من شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده قطعا كل مرتبة بحسبها وكل صنف بحدوده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فكل الدواب في البر والبحر تسبح وتصلي إذا ما ذهبنا إلى سورة النور وإلى الآية الحادية والأربعين بعد البسملة من سورة النور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات حتى الطير في الجو والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل الطير وغير الطير كل قد علم صلاته وتسبيحه الآيات واضحة صريحة جدا فهذه الحيوانات على الأقل لنركز الحديث بخصوصها المقام ما هو مقام شرح وتوضيح لكل الدقائق والصغائر حديثنا عن مسألة واضحة ذكر علي بنحو واجب قطعي في التشهد الوسط والأخير من صلواتنا المفروضة اليومية كل قد علم صلاته وتسبيحه في كتاب الاحتجاج لشيخنا الطابرسي من أعلام القرن السادس الهجري وهذه الطبعة طبعة الأعلم بيروت لبنان صفحة مئتين واثمانية وعشرين الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا بها الأصبغ ابن نبات حيث يخبرنا أن ابن الكو من الشخصيات التي كانت تحاول بحسب ما يعتقد يحاول أن يحرج أمير المؤمنين بأسئلته ولذا فإنه سأل عن هذه الآية وعن معنى هذا الصف وعن هذه الصلاة وعن التسبيح ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه ابن الكو يسأل أمير المؤمنين فما هذا الصف وما هذه الطيور وما هذه الصلاة وما هذا التسبيح الأمير يجيب ويحك يا ابن الكو إن الله خلق الملائكة على صور شتى ألا وإن لله ملكا في صورة ديك أبح أشهب إلى أن يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ثم ينادي هذا الملك الذي هو في صورة ديك ثم ينادي أشهد أن لا إله إلا الله ثم ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وأن وصيه خير الوصيين سبوح قدوس رب الملائكة والروح قال فتصفق أو فتصفق القراءتان صحيحتان فتصفق فتصفق الديكة بأجنحتها في منازلكم حديث عن الحيوانات فتصفق أو فتصفق الديكة بأجنحتها في منازلكم بنحو من قوله مثل ما يقول وهو قول الله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه من الديكة في الأرض فهذه الديكة تسبح وتصلي مثل ما يسبح ويصلي ذلك الملك العظيم الذي خلق بصورة ديك هذا غيب يحدثنا عنه سيد الغيب 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 نحن لا نستطيع أن نتواصل معه إلا عبر سادة الغيب وسادة الغيب محمد وآل محمد يريد البعض أن يعتبر هذا خرافات هذا أمر راجع إليه هو حر في تفكيره ونحن أحرار في تفكيرنا لا نملك سلطة على عقول الآخرين وليس لنا من حق في ذلك وليس للآخرين أيضا من حق أن يتسلط على عقولنا لنا الحرية الكاملة في عقولنا وللآخرين كذلك مثل ما يقال في التعابير الشعبية الحساب يجمع هناك في ساحة الحساب تتضح الحقائق بين يدي محمد وآل محمد فيعرف من كان يؤمن بالخرافات ومن كان مسخرتا للشيطان يضحك عليه هناك تتضح الحقائق أمير المؤمنين في معنى كل قد علم صلاته وتسبيحه جاءنا بمثال عن الحيوانات التي تسبح وتصلي إنه يتحدث عن الديكة عن الدجاج عن الديكة الديكة ذكور الدجاج فإذا ما نادى ذلك الملك الذي خلق بصورة ديك نادى وأذن وسبح وصل بالشهادة الأولى والثانية والثالثة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد النبيين وأن وصيه خير الوصيين سبوح قدوس رب الملائكة والروح ماذا يقول الأمير فتصفق الديكة فتصفق الديكة بأجنحتها في منازلكم بنحو من قوله مثلما تشهد بالشهادة الأولى والثانية والثالثة قطعا هذا الملك العظيم ما ذكر الشهادة الثالثة بعنوان عدم الجزئية لأنه قطعا لا يقلد مراجع النجف الأغبياء هذا ملك مكرم مبجل من ملائكة الله إنه يؤذن مثلما أمر الله مؤذنه أن يؤذن بعد أن خلق السماوات والأرض مرت علينا الرواية رواية سنان بن طريف عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه حين يقول من أننا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا أن ينادي أشهد أن لا إله إلا الله أمر المنادي أن ينادي بالشهادة الأولى ثلاثا وبالثانية ثلاثا وبالثالثة ثلاثا مع إضافة قيد حقا للتأكيد وللقاطعية أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا فهذا الملك يقلد الله لا يقلد مراجع النجف الغبران الذين يقولون من أن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة هذا الملك ملك مكرم وهذه الديكة ديكة صالحة مطيعة ولذا أئمتنا وجهونا إلى أن نقلدها أن نقلد الديكة في أوقات الصلاة وهذا ما هو بغريب الناس منذ القدم وتعلم هذا من الأنبياء وحتى من واقع الحياة كانوا يعرفون وقت الزلازل من خلال حركة الحيوانات وأصواتها وقت 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 نزول الجليد الزلج من حركة الحيوانات ومن أصوات وتصرفات تصدر منها هذا أمر واسع بالنسبة للحيوانات ومدى إدراكها وعلاقتها بالطبيعة من حولها وحتى بالإنسان هذا باب واسع كبير أئمتنا أمرونا أن نقلد الديكة في مسألة مواقع الصلاة حينما لا نملك ميزانا دقيقا لأوقات صلاتنا هذه الديكة جهة موثوقة لأنها في صلاتها تذكر الشهادة الثالثة لا كحال مراجع النجاف أي خيبة لهؤلاء وأي خيبة لشعة الذين يتبعونه فهذه صلاة الديكة يقولون أشهد أن لا إله إلا الله فهذه هي صلاة الديكة يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد النبي وأن وصيه خير الوصيين هذا أذان الديكة وتسبيحهم وصلاتهم القرآن هكذا يقول وطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه هذا هو القرآن وهذا تفسير علي لهذا القرآن بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط شوفوا لكم ديك عمي قلدو في هذه القضية شوفوا لكم ديك بط بش أخضيري ولحقوا على أرواحكم هذا هو الجزء الثالث من كتاب وسائل الشيعة لشيخنا الحر العاملي وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران صفحة مية و أربعة وعشرين الباب الرابع عشر عنوانه باب التعويل في دخول الوقت دخول وقت الصلاة على صياح الديك لعذر حينما لا نملك شيئا نستدل به على وقت الصلاة فإننا نستطيع أن نقلد الديك في أوقات الصلاة الحديث الأول بسنده عن السماعة وهناك من يقرأه سماعة عن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ترى الشمس ولا القمر حين يقول سألته سأل الإمام المعصوم وهو يروي عن الصادق صلوات الله وسلام عليه سأل الإمام المعصوم عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر هناك ظروف جوية معين أو أن الإنسان حبيس في مكان لا يستطيع أن يتطلع إلى الفضاء الخارجي هناك مانع يمنعه من تشخيص الوقت أياً كان هذا المانع سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر فقال لنفترض أن إنسانا ضريرا في مكان لوحده ولا يستطيع أن يشخص الوقت وهناك ديك في المكان هناك ديك فماذا أجاب الإمام المعصوم فقال تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديك باعتبار أن تربية الدواج من الطيور كانت منتشرة في العراق آنذاك في الحجاز كانت قليلة إلا في الأماكن التي يتحضر فيها الناس يسكن فيها الحضر من العرب الجزيرة العربية صحراء سكانها من قبائل البدو وقبائل البدو في الأعم الأغلب لا تربي دواجنا الطيور ولذا فإن الإمام يشير إلى هذه الظاهرة التي كانت موجودة في العراق لأن بلاد العراق كانت بلاد حضر أناس مزارعون ورعاة وأناس استقروا في القرى أو في المدن فقال تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها أديك قال قال نعم من هو سماعة أو سماعة قال إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت تجاوبت يعني أن ديكا في هذا البيت رفع صوته بالصياح وجاوبه ديك الجيران مثلا إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال فصله فهذا هو وقت الصلاة وهذه القضية ليست خاصة بوقت الزوال حتى عند الفجر وحتى عند الغروب الحديث الثاني بسنده عن الحسين بن المختار قال قلت للصادق إني مؤذن الحسين بن المختار مؤذن وهو يسأل الإمامة الصادقة عن وسيلة لتشخيص أوقات الأذان هذا المؤذن يحتاج تشخيص الوقت بشكل ضروري جدا قلت للصادق إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت لأنه يتبين الوقت من خلال الشمس ومن خلال العلائم التي يمكنه أن يشخص الوقت من خلالها في السماء عند الفجر عند الغروب عند الزوال إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت فماذا قال له إمامنا الصادق صلوات الله عليه الناس تقلد المؤذن في وقت الأذان حينما يثقون بذلك المؤذن والإمام هنا يأمر المؤذن أن يقلد الديك فقال إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ثلاثة أصوات التي مرت الإشارة إليها الشهادة الأولى والثانية وثالثة ما قرأته عليكم قبل قليل فقال إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء ولاء في حالة من التراتبية والتوالي بشهاداتهم قائمون إنها قضية تكوينية حين خلق العرش كتب على العرش ولاء بالتوالي كتب الشهادة الأولى والثانية والثالثة وحين خلق الماء الأول وحين خلق الكرسية وحين وحين إلى أن قال الصادق فإذا قال أحد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تتبعوا المراجع فليقل علي أمير المؤمنين اتبعوا الصادق هذا هو منطق الصادق وهذه هي الديكة ولكموديوشة أحسن من عدكم الدجاج أحسن من عدكم الطيور أحسن من عدكم إلى متى تبقون غبران فقال إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة الحديث الخامس يرويه صاحب الوسائل عن الكاف الشريف للكلين بسنده عن ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه عن أبي عبد الله الفراء عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال له رجل من أصحابنا ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم فقال تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها أديك فقلت نعم فقال إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال فصله فأدي صلاتك هذه هي الديكة حديث جميل صفحة 125 من نفس الباب إنه الحديث الثالث بسنده عن الحسين بن زيد عن إمامنا الصادق جعفر عن آبائه في حديث المناهي حديث المناهي إنها المناهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله فإمامنا الصادق يحدثنا عن آبائه عن رسول الله فماذا يقول لنا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أي شيء عن سب الديك لماذا وقال إنه يوقظ للصلاة رسول الله نهى عن سب الديك لأنه يوقظ للصلاة كيف يوقظ للصلاة إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء إنه يوقظ للصلاة بذكر الشهادة الأولى والثانية والثالثة ولكن لا تفقهون تسبيحهم آل محمد هم بيّنوا لنا ذلك مثلما قرأت عليكم قبل قليل ما قاله إمامنا أمير المؤمنين لابن الكوى قال لابن الكوى من أن الديكة تسبح وتصلي وتؤذن بالشهادة الأولى والثانية والثالثة رسول الله نهى عن سب الديك لأنه يذكر الشهادة الأولى والثانية والثالثة ولاء من دون تفريق ولاء بنفس المرتبة فهو لا يذكر الشهادة الثالثة بعنوان عدم الجزئية مثل ما تفعلون يا أيها الشيعة الغبران تقليدا واتباعا لمراجع النجف الغبران يزعجكم أن أقول الغبران الذي تكون صلاة الحمار أفضل من صلاته مدح عظيم أن أقول له أغبر إذا كانت صلاة الحمير والبغال والجرذان والفئران والحشرات والديدان إذا كانت صلاة كل أولئك أفضل من صلاتكم غبران لهم غبران رسول الله ينهى عن سب الديك ليش تسبوني أنا أذكركم بذكر علي فقط لا أفعل لكم شيئا لماذا تسبونني إنني أقول ذلك ساخرا منكم لأنكم في نظر مسخرة مضحك أنتم رجاء أعرضوا لنا الوثيقة الدخية كي يعرفوا أنفسهم ورحم الله همرئا عرف قدر نفسه أعرضوا لنا الوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أنا شنو مستعجب أنا شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل للنوبيلية قال توصل اطمئنن تركبهم يعني ما ش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله عبارة واحد من الأعلام قبل خمسة قال ينه مستعجب مش جاعة قلية تركب يعني خلاغة أغميشيني كما تقول خلاغة أغميشيني تبغل أغميشيني تبغل أغميشيني ونصحبات كنا على وكلكم تعرفون لأنه مالذي أجيب الأسماء على رقب قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ لا معلم إجمالي هذا واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة جميل ما كان يردده مل محمد مهدي الساعدي وهو يوجه خطابه إلى العراقيين جميل فإن الروايات والأحاديث التي قرأتها عليكم بخصوص تقليد الديكة في أوقات الصلاة مع العراقيين تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة لاحظتم هذا الكلام تكرر في الروايات والأحاديث التي قرأتها عليكم لأن شيعتهم في العراق وههم يوجهونهم إلى تقليد الديكة في هذه القضية في قضية أوقات الصلاة عندما لا يملكون وسيلة وعدات لتشخيص وقت الصلاة ما هي ميزة هذه الديكة إنها تذكر الشهادة الثالثة نحن لا نفقه ذكرها هم شرحوا لنا ذلك هم أهل الغيب مثل ما قرأت عليكم فيما جاء عن أمير المؤمنين قبل قليل فهذه ميزة لهذه الديكة ولذا نهى رسول الله عن سبها فاعرفوا أن الميزة في الحيوانات هذه فما بالكم في الإنسان لابد أن تتجلى هذه الميزة بشكل واضح وجلي وصريح وبين لا يضحك عليكم هؤلاء المعممون الأغبياء الذين لا يفقهون شيئا هذه الحيوانات أفقه منهم صلاة هذه الحيوانات أفضل من صلاتهم أنتم تصلون خلف أئمة الصلاة الحمير أفضل من صلاتهم ما هذه أحاديث العترة الطاهرة أنا ما قرأت عليكم من كتب ليست معروفة عند الشيعة هذه كتبنا الأصلية هذه روايات الكافي والكتب القديمة التي عندنا وأنا أقرأ عليكم من الوسائل من أهم مصادر أحاديث الفتاوى والأحكام عند مراجع النجف وعند غيرهم من مراجع الشيعة هذه أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها بهذا يتم حديثي في الوردة التاسعة من باقة أوراد الجور وقد وصلت بكم إلى الوردة العاشرة هي آخر وردة في هذه الباقة التي تفوح عطرا علوية تفوح 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 أنز tragic